اشتركوا في القناة خلال زيارته الأولى لبلجيكا مشهداً بالعلاقات التاريخية الممتدة التي تجمع البلدين الصديقين كما التقى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي السيد شارلي ميشيل رئيس المجلس الأوروبي وذلك بمقر المجلس بالعاصمة البلجيكية بروكسل صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن سيد ميشيل رحب بزيارة التاريخية الأولى لسيد الرئيس إلى بروكسل ومقر الاتحاد الأوروبي مثمناً العلاقات المتميزة التي تجمع الاتحاد مع مصر ومؤكداً في هذا الصدد اهتمام الجانب الأوروبي بتعزيز تلك العلاقات على مختلف الأصعيدات خاصة في ظلي كون مصر همزة الوصل بين العالمين العربي والأوروبي وبالنظر إلى الثقل السياسي الذي تتمتع به دولياً وإقليمياً واختتم السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي نشاطه بلقاء مع كبرى شركة البلجيكية تناول اللقاء عرض فرص زيادة الاستثمار في مصر والإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية للإصلاح الاقتصادي والتشرعي بما يحقق المزيد من فرص الاستثمار الأجنبي في مصر دخل المصر دخل المصر دخل المصر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة